تم تعليق الإضراب بعد توفير كل شروط الحوار الناجح والجدي والمسؤول بالتزامة محددة بيننا وبين وزارة العدل والفضل يرجع في حدود كبيرة إلى الوساطة وساطة البرلمانية التي كانت في المستوى وضعنا المضامين التي تعينوا التركيز عليها الأولويات التي ينبغي اتخاذها بعين الاعتبار وبالتالي فنحن مطمئنون إلى هذا الحوار مطمئنون لأكثر من السبب السبب الأول هو لامسنا بأن هناك إصغاء وهناك إرادة قوية على صفحة الماضي وبداية صفحة جديدة مطمئنون إلى هذا الحوار لأنه حوار مؤجراء في الزمن وكما قلت في المواضيع وكما أكدت في السابق بأن الانطلاق هذه الأجراءة وبداية هذا المسار بدأ يوم الاثنين ويوم الاثنين كانت تتويج للقاء الذي كان مع السيد وزير العدل والوساطة البرلمانية يوم السبت وبالتالي فما تم الاتفاق عليه يوم السبت ترجم بالحرف يوم الاثنين وبالتالي هذا المعطى يجعلنا نطمئن إلى أن صفحة جديدة إن شاء الله سنعمل جميعا على إنجاحها ما يهمنا؟ ما يهمنا هو مصلحة العدالة ما يهمنا هو مصلحة المواطنين والمتقاضين نحن عندما اتخذنا قرار تجميد مهام الدفاع على مستوى مختلف المحاكم ليس كغاية في حديداته ولكن كان هدف منه رغم استثنائته وخطورته وكذا ولكن كانت الغاية منه هو إسماء صوتنا وإسماء صرخة المحامين صرخة مفادها بأن لا بد أن نفتح أفق جديدة نجحنا في هذه المهمة نجحنا الاعتبارات التي ذكرت أنا متأكد وعندي إيمان كبير بأن ما تم ترصيمه بيننا وبين وزارة العدل أكيد بأنه غير يخدمنا وغير يخدم العدلة في بلدنا وهنا أريد أن نحيي المحامين والمحاميات على تضمنهم وعلى تفهمهم وعلى التقى وعلى التقى التي وضعها فينا وعلى التقى فيما نتخذه من قرارات كانت قرارات قوية والمعركة كانت قوية ولكن نتائجها كانت مهمة وكانت أفرجت كما قلت أفرجت عن فضاء جديد للتحاول والنقاش والبناء المشترك ترجمة نانسي قنقر